بموضوع آخر محور آخر النجف بها زعامات سياسية مهمة و فيها زعامات دينية مهمة فيها مؤسسة المؤسسة الدينية الشيعية الأعلى في العالم ليس في العراق و حسب الحوزة العلمية والمرجع الأعلى ممكن أن يؤثر هذا الأمر إيجاباً أو سلباً خليني أكون صريح سلباً من ناحية السياسيين ليس من ناحية المراجعة الدينية و إيجاباً بوجود هؤلاء أنت كتجربة كيف شعرت وجود هذه المنظومة أو هذه المؤسسة هل هي محفزة داعمة لو العكس تماماً نخلينا نحكي عن الدينية هسا بعدنا و دكعة سياسية بالتأكيد شوف سيد حسام أولاً زعامات الدينية صدقني و هذا ما تاريخ هذا رح يسجل و ما تدخلوا بالأوضاع السياسية و الإدارية نهائياً ولكن كان دائماً يوصون أنا محافظة التقيت بكثير من المراجع على الله مقامهم كان يوصون على أن كيف نقدم آخر مرة شو كنت التقيت مثلاً مرجع سيد ستاني أو غيرها مثلاً يعني الآن حتى أعلنها أمام الناس أنا ما عد انتخابات قبل ما تنتحشيها يعني حتى رصير دعاية انتخابية هالمرة لا عد انتخابات لا برلمان ولا مجالس محافظة ما رح ترشح؟ ما رح ترشح؟ ما رح لك ليش؟ والله أفضل خلينا نترك المجال للآخرين هذه فترة تخلص و نطلع يعني حتى مليارس محلية محافظة ما رح ترشح لا عجيب يا أسف ولا تتويقه أبداً أبداً اعتزلت الأعمال السياسي أبداً نقدم اللي نقدر نقدمه و نترك بصمة طيبة و نطلع فالتقيت بسماحة السيد ثلاث مرات يعني من استلمة المنصب و إلى الآن ثلاث مرات التقيت شنو شان يقول لك أو شنو اللي صار بهذا الحيوة؟ حقيقة وصايا دائماً عامة وصايا كيف نقدم الخدمة كيف ننصف المجتمع و مو فقط النجف يعني زوار النجف يعني كان يأكد أنه كل العراقيين هم واحد يعني دائماً وصاياه أنه كيف ننصف كيف نعدل و أيضاً كان يذكرنا بعهد مالك الأشتر يعني مرة من المرات عهد مالك الأشتر و كيف يكون المسؤول فكانت هذه وصاياه دائماً و كيف نقدم خدمات ممتازة للمواطنين و العدالة يجب أن تكون و كيف نحقق الرقي و كيف نخدم المحافظة و هذه المحافظة مهمة مثل النجف فكانت أغلب وصاياه هذه القضية زياراتي خاصة للنجف يعني ما كنت مسؤول عن ملف آخر جيد و أولا بصفة